في شوية عيال أصبحوا منتشرين أو السلوك أصبح في شيء من الانتشار بدليلين؟ دليل يبدو بسيط ولكنه هام لأنه إشارة أو ميزان ما أنك تجد الدراما مهتمة بالقصة دي كتير مسألة الابتزاز الإلكتروني عيل وقح يقرر أنه هو يبتز بنت أو سيدة ويشوف هيقدر يحصل على إيه عيل وقح بس منحط حقير مش مختلفين الدليل الآخر هو أنه أصبح فيه عندنا واقعة جنائية موجودة في المحكمة وبالفعل الجنايات تعاقب المتهمين في قضية بسانت بسانت كانت واحدة من فتياتنا اللي هم ضحايا لهذا الابتزاز الإلكتروني وحكمت المحكمة بالسجن خمسة عشر عاما يستهلوا قدوم ألف مرة قضت محكمة جنايات طنطا الدايرة الأولى بمعاقبة المتهمين الخامسة في قضية بسانت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالسجن خمستاشر سنة لتلات متهمين ومعاقبة اتنين تانيين بالسجن خمس سنوات وكانت هيئة المحكمة في وقت سابق استمعت لشهود الإثبات ومحامي المتهمين في قضية بسانت ضحية الابتزاز الإلكتروني في محافظة الغربية القضية كانت رقمها عشرين ستة وتلاتين جنايات كفر الزيات تضمن قرار الإحالة توجيه ست تهم للمتهمين خد بالك بس واحدة واحدة فعزيزي المواطن المحترم خد بالك عزيزي المواطن لا ده مش عزيزي بقى المواطن التاني اللي الشيطان شغال في دماغه اسمع حبيبي التهم إيه الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجن عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبرها على ممارسة الأفعال المخلة واتهم بعضهم بهات كعرضها بالقوة والتهديد وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها كان التهديد مصحوب بطلبات منهم واعتداءهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة والشخصية وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية إنترنت يعني بالمختصر المفيد كل اللي قدر أقولوا بعد إذن حضراتكم خدوا بالكوا من بناتكم بمعنى إيه خلوا البنات بس يبقوا مصحصحين مفيش داعي أنا عارف إنه ممكن تبقى صور اللي قدتحط مثلا على فيسبوك ولا مش عارف انستجرام ولا مش عارف إيه العاجات اللي موجودة مفيهاش فيها أي غرض صورة عادية عادية جدا مفيش فيها أي حاجة بس بقى إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إنه تلاقوا البنات مثلا فاتحين الفرينشيب لأي حد أكسبت 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 أو فاتحين البروفايل بتاعهم لأي حد يخش يتفرج وبالتالي روح جاية واخد الصور ويقعد يشتغل عليها فوتوشوب من هنا لحد بعد بكرة وبعد كده يشوف هيقدر يعمل إيه فيبعت للبنت على الأكاونت ويقول لها بصي أدي صورك ولو ما عملتيش أنا هعمل وسوي فلو سمحتوا أولا ده نصحتي بقى هنا كأب بعد إذنكم محدش فيكو أنتو البنات تحديدا محدش فيكو يسمح بإضافة أو قبول أي صداقة من حد ما تعرفهوش كويس جدا أوي خالص يعني مش أي حد معاك في الكلية أي حد معاك في المدرسة أي حد معاك في الشغل كل ده لأ حد تعرفيه كويس جدا اتنين البروفايل دايما لازم يبقى برايفت مفيش أي حد يخش يعرف يشوف معلومات عنك ولا يشوف صورة غير يمكن هي البروفايل بيك اللي هي حداتك عمنا فيها كده دي بس بس ليه؟ لأنه أصبح فيه عيال حقيرة جدا جدا فلو سمحتوا خدوا بالكوا أبهات وأمهات عدوا مع بناتكم وفاهموهم وشرحوا لهم والمسألة مش بالزعيق والمسألة مش بالتهديد وبالوعيد لازم تفاهموا البنات دا كويس وإنتوا البنات لازم تبقوا عارفين كده كويس تبقوا عارفين إنه إحنا في زمن صعب مقدرش أقول زمن سيء صعب وغير آمن على الإطلاق فخدوا بالكوا إذا سمحتوا